موسيقى 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 نشكر جريدة أنفس لهذا الالتفاة واحد المجال وهو حيوي في المغرب وهو التبرع بالدم قبل ندير واحد المدخل الأساسي لأن مادة الدم هي مادة حيوية لا تبع ولا تشترى ولا تصنع يعني كالتعطام الإنسان الإنسان مريض قصد العلاج بالتالي العلاج المحتاجين إلى الدم يتوقف على جنسهم من الإنسان والإنسان اللي يتبرعوا وبالتالي لما كانت ش واحد ثقافة كبيرة اللي كتغطي الحتياجات المرضى لا يمكن العلاج نعطي صورة على التبرع بالدم في المغرب لا من ناحية الأرقام ولا من ناحية الشكل المعروف عند الحمى من ناحية الأرقام كتقول منظمة الصحة العالمية لأن كي نحق الاكتفاء الذاتي لمادة الدم يخص 3% من عادة الساكينة أنهم يتبرعوا بالدم في المغرب للأسف هذه سنوات ما عادة في 2017 نسبة التبرع بالدم 0.90% في 2017 كانت واحد واحد فصيلة جوج نظراً لأن المالك قاد حملة وطنية في المغرب من ذلك الوقت لم يفتت واحد فصيلة جوج من 0.89% إلى ثلاثة خصص مهول كيف يقوم المغرب لكي يعود هذا الخصص يبدأ تسيير وتدبير هذه نسبة بشكل لأن الذي يحتاج بدرجة أكبر هو الذي يستفد منه كأولوية بمعنى الذي يكون في الوضعية خطيرة من أخطار إلى أخطار إلى أقل خطورة وما الذي يستفد ويتم تأجيل الباقي لأن لا يوجد ثلاثة فلا سؤال هو ما لدينا التقافة للتبرع بالدم لا أعطي ما لدينا أرقام لتفيد لتجاوبي على هذا السؤال أنا كنت رئيس الرابطة المغربية لجمعية المتبرعين بالدم ورئيس حالة جمعية للإحياء للتبرع بالدم ومتتبع المجال للتبرع بالدم لا يوجد إقبال كبير للمواطنين والمواطنين على التبرع بالدم لذلك هذا الإقبال لم يكن تقافة أو لم يكن لم يكن لم يكن إقبال لم يكن وصلوا ذلك المعدل مطلوب أم أنه فقط نصرك يعني أنا أظن لم يكن استقبال استقبال لم يكن بمعنى نعطي على سبيل المثال الضرب الضرب عنده احتياج يومي نظرة للمصاحات الخاصة والمصاحات العمومية وهذا احتياج كبير الحمالة التي ينظم المركز الجهوي بالضرب كلها نجحة كلها نجحة ولا لا يستطيع المركز استقبال كافة الرغبة المواطنين التبرع لماذا؟ العدد الفرق التي تخرج للحمالة لم يكن لم يكن لم يكن لم يكن المركز لم يكن المدينة الضرب كبيرة المركز ضعيف جدا بالمقارنة مع الاحتياجات يعني كل برنامج تكتر في الحمالات المدينة من لتحصل على الاحتياج كافة المرضى التي تكون في الضرب لا لدي المركز الجهوي معاناة من وصفة لا تكون سوداء قلة الموارد البشرية الموارد البشرية التي تشرف الحملة ممرض وطابب في المعايير الدولية يجب يستقل 40 متبرع ما لديهم ضرب هذه الأسئلة في رأيي الشخصي أن الثقافة تبرع بالدم والدليل هو جميع الحمالات نجاحة وجميع النداء التي يقوم بها المركز الوطني والمراكز الجهوية والجمعيات يستجاب لها بشكل منقاطع نادر كان سوء الاستقبال استمرارية المراكز الجهوية وبرامج مكتفة لا يوجد إمكانيات الطبية المتبرع لديه فوائد صحية كثيرة تعود بالنفع على القلب على الشرايين على الدورة الدموية على الصحة بشكل عام ثاني من ناحية يستفد هذا لا يوجد تحفيز ولكن يستفد منها لأن القانون يضر على تبرع الدموية تطوعي تضع 11 تحليل بالمجان التي لم يكن تضع لها تضع بشكل مبلغ تقريبا 3600 درهم تضع كل تبرع تضع بالمجان والتبرع بالنسبة الرجل يستطيع تضع كل شهر والمرأة تضع كل شهر كل شهر و لا يوجد شيء ضرر أشكال أخرى هو الأشكال التي تهرب المواطنين من تبرع مثلا يقول الدم يتباع يتبرع في سبيل الله أو يتبرع من أجل المرضى يبيع يبيع وبالتالي يقول ببساطة الرجل ببساطة شديدة قانون تبرع القانون أخذ الدم وإعطائه في المغرب قانون أخذ الدم يقول أن الدم لا يباع ولا يشترى ولكن هنا محتاجين من الدم خاصة أصحاب المؤمنين وكنوبس يساهم 10% على الخدمات التي تقام على الدم ما هي الخدمات التي تقام على الدم الكيس الذي نقوم فيه الدم زائد التحاليل الذي يقوم في الدولة هو مبلغ كبير تقريبا 3600 درام 3600 درام المواطن المؤمن الذي يذهب إلى القطاع الخاص يخلص 10% على الخدمات التي تقام عليها لا يدام لا يدام في حداته لأن المؤمن المواطن لا يدام لا يدام لا يدام لأنه لا يدام الدولة تقام مجموعة الخدمات ومجموعة التأمينات لكي ترجع صالح للعلاج في القانون لا يدام شيء يقول أن الذي في القطاع الخاص يخلص 10% هذا لكي يفهم المواطن صعبة صعبة مجتمع المدينة يقول أن الدولة تفكر حتى 10% تغطي 90% لما تستطيع تغطي 10% لكي لا يبقى هذا الشبهة وهذا الشبهة تؤدي إلى لأن لا يدام كل شيء صافي وممرض يبيعه بين قوس لا يدام كل شيء لأن لا أكثر تصبح تقني كذلك لا يريد باستغلال هذا هذا القانون باستغلال لأن تقطع الحرية التدبير وتصبح مواطن عنده الحق أن لا يخلص ويجعل يخلص وزارة الصحة تراكم المشاكل والهموم والموارد والمواطنين في انتقاد المنظومة الصحية تنعكس على منظومة التحقم الدم حاليا منذ سنوات ولكن في السنة الفارطة صدق البرلمان على تأسيس الوكالة المغربية لتحقم الدم يعني مستقلة على وزارة الصحة مما ستطور هذه المنظومة ستطور هذه المنظومة ومشي بعصى موسى ولكن ستطور موارد البشرية ستطور مراكز لأن ميزانية تصير المراكز وزارة الصحة هي ميزانية التي تفرض عليك وزارة الصحة يعني من المداخل كل وزارة الصحة بما فيها الميزانية الحكومية ستعطيك واحد نسبة التي ترى هي بينما تحقم الدم عنده ميزانية والمداخل تحقم الدم ممكن يغطي الميزانية تحقم الدم ويفوتها لأن المداخله كثيرة جدا المداخله مثلا عندك تبيع الأدوية المشتقة من الدم الأدوية المشتقة من الدم لدينا هذه الصناعة ولا نستفيد منها ولا نستفيد ولا نستفيد في المستشفى الخصوصية 360 درهم التي تعطيها نسبة على الخدمات التي تقوم على الدم تمشي مباشرة الوزارة الصحة لا تستفيد لا تستفيد لا تستفيد لا تريد شيء لا تريد لا تريد شيء لذلك البداية الإصلاح هذه المنظمة بدأت في 2022 وإن شاء الله ستكمل